نروح كمان مع حضراتكم لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وطبعا أستاذ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطعات النادي الرياضية اللي بيتقدموا بخالص العزاء لمسؤولي ومحبي وجماهير نادي سونداونز الجنوب إفريقي في وفاة اللاعب نجانجا مدافع الفريق اللي اتوفى النهاردة الاتنين في حادث سيارة يعني دعيين طبعا ربنا أنهو يرحموا بإذن الله طبعا فيه علاقات كبيرة جدا بتربط نادي الأهلي بسونداونز ولو حضراتكم تفتكروا العيب ده يمكن كان واجه الأهلي وطبعا قضى فترة طويلة جدا تحت قاعدة المدير الفني الحالي لنادي الأهلي بيتسو موسيماني كانت اتنقل في الفترة الأخيرة أو في موسم لانتقالات الصيفي لنادي اسمه أمازولو لكن لو تفتكروا لعب في مرتين في مواجهة فرق مصرية لعب في مواجهة النهائية قدام الزمالك اللي كسبها سانداونز ولعب فيه مواجهة أو نسخة دولي الأبطال مش السنة دي السنة اللي قبلها فيه لقائين الذهاب والقياب قدام النادي الأهلي المباراة طبعا يعني ما كانتش لطيفة بالنسبة لنا واخسرناها خمسة واحد وحتى مباراة العودة لتعدلنا فيها واحد واحد هنا كان هو مشارك فيها طبعا فيه أوقات وفيه لحظات وفيه مواقف بتبقى عيزة لماني اعتبر زي ما بيقولوا يعني بس لأسف شديد الناس بتنسى على كل أحوال خلص التعايزي طبعا للكرة القدم الجنوب الأفريقية وبمناسبة الحقيقة احنا كسبنا واحد سفر صح أنا قلت واحد واحد لا هي النتيجة واحد سفر